للفرض تعتولة الأول في مادة العلوم الطبيعية لسنة الأولى متوسط طبعا تلاميذ جديد ما يعرفوش الطريقة بلك ما همش مستوعبين الدروس لأنه هذ المادة تعتبر جديدة بالنسبة لهم إذن راح نسي ينحل أكبر عدد من الفرض المقترحة لهذا الثلاثي باش هكا هم يتبعوني ويعرفو كيفه يجاوبوا ويعرفو طريقة الأسئلة كيفه تجي وبالتالي راح ينالوا نقاط جميلة ولا مشرفة بإذن الله نبدأوا مع بعضنا الوضعية الأولى من الأحسن هي تديروا كابتور سكرينشوت لهذا الفوتو لهذا الفرض تحلوه انتوما ومبعد تديروا تتبعوا أشكل حل بتاعكم صحيح ولا غالط يعني تشوفوا فيه واش غلطوا وتعرفوا الأخطاء بتاعكم واضح إذن نحن نبدأوا على بركة الله الوضعية الأولى قدمت للأم لوليد وجبة غذائية تحتوي على اسم الأم مدة لوليدها ماكلة وش فيها الماكلة هذي أرز ملح سردين ماء معدني خبز إجاص هذي الماكلة اللي مدتها الأم للطفل انتحى ووليد واحد صنف الأغذية المذكورة في الوجبة الغذائية السابقة حسب الأصل والمصدر مع إعادة رسم الجدول أكيد راح يتفتح هذا الفرض في ورقة يعني أكيد طماتيك محتر سمو الجدول راح نصنفوا هذه الأغذية حسب الأصل والمصدر الأصل والمصدر واضح الأرز أصله ومصدره شوفوا يا الولاد الأصل نقوله عضوي ولا معدني المصدر نقوله حيواني نباتي ولا معدني واضح المصدر يعني منين جانا شي هي الحاجة منين جانا ما هو المن بتنتاعه ولا منين جبناه هذا كل مصدر منين جانا أما الأصل اللي هو الأصل في تصنيفة الأصل راح نعتمده إلى الذي يحتوي الذي يحتوي نعم على عنصر الفحم والذي يسمى لا يحتوي على عنصر فحم إذن الأرز ذو أصل عضوي المصدر الأرز منين جانا منين جانا الأرز من أين أتى الأرز نينجا جاء من حيوانا لا جاء من نبتا إذن مصدره نباتي مصدره نباتي عندنا الثاني الملح الملح هاني هنا باش تبعوا معايا الملح أصله معدني أصله معدني مصدره معدني ما يجينا من حيوان ما يجينا من نبات من المعادل هو عبارة عن معنى السردين أصله عضوي مصدره حيواني جيبناه من الحيوان معدني أصله معدني مصدره معدني ما جيبناهني من حيوان من نبات الخبز أصله عضوي مصدره نباتي علاه نباتي لأنه نجيبوه من القمح والقمح أكيد نبات إجاس أصله عضوي مصدره نباتي إذن يا لولاد عندنا زوج هذا لقدرد قدامهم نقاط حمراء لهم ذو أصل معدني وذو مصدر معدني أما الباقي يختلفوا عندنا ذو أصل عضوي المصدر يختلف من نباتي إلى حيوان يعني منين جيبناه واضح السؤال اللي بعده ما هي الخاصية التي اعتمدت عليها في تصنيف الأغذية حسب المصدر يعني على واش اعتمدت باش نصنف الأغذية على حسب مصدرها اعتمدت على منين جينا الأغذية هذيك منين جينا ما هو مصدرها يعني منين جيبناها بالأخص أنا نسيين حكي بطريقة اللي تقدر توصل لكم المعلومة يعني منين جيبناها اللي هنا في السؤال واش رح نجاوبو اعتمدت على الطريقة عفوا الطريقة التي والخاصية التي اعتمدت عليها في تصنيف الأغذية حسب المصدر هي كي شفنا للأصل نشوفو للأصل اللي هو عضوي إذن المادة تحتوي على عنصر الفحم وبالتالي مصدرها يا إما يكون جانة من الحيوان يا إما يكون جانة من النبات اعتمدنا على مكونات الغذاء نتامدع للمكونات نتاع الغذاء باش نعرفو إذا كانت مصدر ولا إذا كانت عفوا النباتي ولا حيواني السؤال الثاني قام وليد بوضع قطعة خبز وكمية ملح على موقع المشتعل يعني دار شوي ملح وشوي خبز فوق النار واش لقى ألف فسر تفحم ولا احتراق قطعة الخبز على الخبز التحرق على قلك فسر التفسير هو لماذا فسر يعني لماذا التفسير يعني لماذا على احتراق هذك الخبز نقول تحترق قطعة الخبز فوق الموقد الناري لاحتوائها على عنصر الفحم واضح خلاص ولا عندنا تفسير آخر تحترق قطعة الخبز على موقد الناري لأنها ذو أصل عضوي وتحتوي على قطعة الفحم على عنصر الفحم عفوا لازم نذكره الفحم با فسر عدم تفحم ولا عدم احتراق الملح قلت الملح علىه ما تحرقش درنا فوق النار ما تحرقش بوكوا لماذا علىه ما تحرقش الملح نفسر عدم احتراق الملح لأنه ذو أصل معدني لا يحتوي على عنصر الفحم اذا يالولاد والله اولياء لرهم يتبعو في التفسير تالاحتراق لازم نذكر لهم عنصر الفحم يعني هذك الغذاء في عنصر الفحم ولا خالي من عنصر الفحم ثلاثة استخرج من المجموعة الغذائية السابقة يعني هذك الماكلة ولا هذك الأغذية اللي مدوها لكم استخرج الأغذية البسيطة والأغذية المركبة كنقولوا أغذية بسيطة يعني فيها عنصر غذائي واحد مثلا فيتامينات والله واضح الأغذية المركبة يعني فيها مجموعة من العناصر الغذائية مثلا تحتوي على بروتين على النشاء على دسم واضحة الأغذية البسيطة اللي هنا عندنا الأرس وعندنا الملح زيدو وش عندنا عندنا ماء معدني هذو أغذية بسيطة علاه لأنه فيها عنصر غذائي واحد نروح الأغذية المركبة بعد نستردين يحتوي على بروتين وعلى دسم واضح ومجموعة من الأملاح طبعا عندنا الخبز يحتوي على نشاء لهو سكريات كان لي يمركزه في الأغذية البسيطة لكن أنا نمركزه في الأغذية المركبة لأن النشاء هو جزئة مركبة عندنا الإيجاز يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والسكريات يعني فيه زوج عناصر غذائية واضح يا الأولاد هذا فيما يخص هذا الفرد إن شاء الله تكونوا استفدتوا والله هزيتوا معلومات في ريوسكم إلى فيديوهات قادمة بإذن الله رح نزيد نجيب فروض مقترحة ورح نحلهم معكم إن شاء الله نكون فتكم في هذا الفيديو مع لي غير نقولكم إلى اللقاء في فيديوهات قادمة بإذن الله يا الأولاد بالتوفيق